السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة ديد وصندي هاد نهار ان شاء الله نقدموها الحلقة اللي مخالفة الارانيب وفي حقيقة هي موضوع الساعة نبغي نشارككم اياها ونشارككم بطرحة ديال العيد هاد الموضوع وهو اللي يقلب عليه الجميع اسمه هو كيفاش نعرفو الحولي الممتاز ديالنا يعني السلالات اسمه السن دياله كيفاش غد يخرج لنا للحم دياله الحل موحد ما عارفش هاد الاشياء دي لانه الحق هي اشياء كي يضربوها علينا اصحابينا الحرفة كما كنقولو بالنسبة للقزار اي قزار مني كي يكون حاطة الحم دياله كونوا متأكدين انه ما كيحكش الراس معاه كاين بعد البودان كيحطوا الراس لانه كي يعرف الناس كاين اللي كيعرف السن دياله من خلال الاسنان دياله هاد السر ان شاء الله غدين انطرقوا لي هاد اهمها كما كتشوفو هاد اول حولي ديال هاد العام بارك الله بالنسبة للسلالة دياله هاد الحولي في المنطقة الشرقية كي يقولو الاشقر كاين بالنسبة للغرب كاين سلالات اخرى كي يقولو اما السردي كاين هنا في هاد الجيه دياله هاد السردي كي يقولو السرندي مهم كل واحد كاين في حقيقة السلالات الرومية وكاين السلالات البلدية احنا في هاد المنطقة قليل علينا السردي لانا احنا كي يستعملو الحولى البلدي يعني اللي مربين وكاين الناس اللي من هاد المنطقة ديالنا كيمشوو البيضاء كيمشو الرباط كي بيعو فيها مثل هاد السلالات ديالنا لانها بلدية مئة بالمئة اذا دابان اندوزو كيفاش نعرفو الحولي المزياني اول حاجرة معروفة راد دولة كتكون حق هاد هاد الرقم هادا او هاد الشارة هاد الشارة كتتعتبر باللي الحولي ارهم داوي يعني ماشي شي واحد يجي يجيبكم واحد الحولي يعني غي غي مدسوس وما تكونش عندو هاد الشارة هاد الشارة هاد الشارارة وفلاث ضرورية هدي اول حاجة اخر حاجة وهي ان اغلبية ديالناس كييمش يجيبو ان حولي يكون صغير في السن يعني مثلا يபطي يكون صغير في السن وفي نفس الوقت انه جايب الميزان حتى تبارك الله هذا انا قد نهدر لكم عليه رأى عنده عام وخا يعني بحكم يعني يعني هدى المعلومات هذه كان الزوجة ديالي يعني الاب ديالها كان قزار قبل ما يشتقعوا دياله ويقلس في الدار كان قزار مهم هدى المعلومات كلها يتهم من عند الزوجة ديالي لأن ابوها بحكم المهنة دياله اول حاجة يعني ماشي غادي نشوفوا الطول دياله طول دياله راح باين يعني بالعين وإنما احنا خس نشوفوا للحمد دياله واش غادي يكون بنين ولا ما غاديش يكون بنين الصين دياله واش غادي طيب للحمد غياء ولا ما يتفش دغياء اول حاجة هدروا عليها وهو القرون خسو يكون الملمس ديالهم ما يكونوش خاشين راكين واحد القرون اللي كيكونو مندرجين وحورش هادوك راحته ما كيكونش مزيان تاني حاجة انه كنشوفوا الصوفة دياله يعني الصوفة دياله هنايا اهم حاجة انكم تنشيوا تشوفوا الصوفة هاكا ديروا الصوفة هاكا تحولي هذا الحولي راح شوية صعيب مهم الصوفة دياله كتكون هنايا بنفسجية يعني غوز ما تكونش ما تكونش بيضاء ما تكونش سوداء ما الى السواد هديك كيكون اللحم دياله راهمهم زيانش غاديع يعطيكم وحد المعضاق اللي ما غاديش ومنين كي تتدبح راح هذا الحمد يالو كي يولي مائل الى السواد هادي دبارة تبارك الله هادي خرج حنا كما كنقولو هنايا في المنطقة ديالنا هادي خرج فرماجة الحمد يالو يخرج فرماجة وفعلا انه منك يكون هنايا بنفسجية يعني منك تقلبوا الصوفة هاكا كيكون بنفسجية عرفو راح مية في مية غادي خرج لكم الحمد يالو منين ووزوين هادي راح من اسرار للناس كي يشوفوا غير المظهر ديال 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 خرج راح الان ديال 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 لال لال بشرة ديال الداخلية راح صحيحى فاندية بنفسجية يخ jack اه ثاني حاجة انتو دبا عمر عمر عن لاث بن étant قون هلقى السنان الثالث? هما؟ هما؟ تشوفوا مرواقع. سمو كنشوفو هذه السنان الوساطة يعني السنان كلهم يعني الفق السفلي كنشوفو جو سنان الوساطة يعني الوسطانيين هادو كيزنون يكونو يعني أن مستفين مع خوتهم سنان الوسطانيين هادا كعرفو ب Lingy re عندو عام هادا كيما كتشوفو هنطو اما معايا رأي الله الرس وحدا را عنده وحده صفه مع الصفه الآخر وهذه عليها لهذه الله هرسها احنا قوله كي هرس يعني هذا انا منكملش العام شوفو تبارك الله الحجم دياله وعنى احنا قوله ارهات عمزيان هنتو ما شوفو شوفو راي وحده مهرسه هذا الله اضطوال يعني را ما مكملش العام الى ما مكملش العام وهذا الحجم يعني غدا يكون ميه في الميه غدا يكون مزيان لأنه إذا كان عاد صغير وبهذا الحجم هذا اسموك يوقع أنه ملاه مغش أعطاه الأكل مزيان باش يوصلوا لهذا الحجم هذا أما باش يكون حجم دياله كبير فعلا ولكن سنان الوساطة هكا لمستفيش مع الخرين طوالين يعني منبعدين منبعدين عليهم سماك يكون الحولي شارف يعني مني غادي تطيبوه غادي تسهلكو بزاة في للغاس في نفس الوقت ما غادي شي طيب وحد طياب اللي مزيان وما كيكونش بنين أنه كيكون شارف نحن كنقولوه اللحم شارف لهذا القزار مني كيبغي يبيع اللحم ديما كيحيد الراس وكيبعدو الناس اللي شورطة وكيكونوا مزيانين أنهو كيخلي الراس كيقول لك ها هو الحولي ها هو مطبوع ولكن الرأس دياله رحداه يعني صغير الرأس دياله صغير مشيرا هاك بغيسي كيلو ديال الحم هاك كيلو ديال الحم لا كيلو ديال الحم يلا أعطاه لك كيفرق كيلو كيلو على كيلو كيل المره اللي كيخرج الحم بنين وكيطيب دغية كيل اللي كيخرج للحم باسل وما كيطيبش دغية المره كتديرو فكوخوت كيبقا نقولو ساعتين وهو كيتب وعاد كيطيب القادية الأخرى إلا بغيتوا تشوفوا من غير هاد الحواجه هادو بغيتوا تشوفوا وش يعني فيه الشحمة كتشوفوا من القص هاد المنطقة دياله دياله يعني تحت بحلي الصدر دياله هنايا كتقلبوا هنايا شوفوا تبارك الله هادا يعني هاد الجيهة كتبان عامرة كتبان بحلي فيها الشحمة لان الشحمة مني كتكون غالبة عليه كتخرج من هاد المنطقة هادى تحت رقبة دياله يعني على مستوى الأرجل هنا انتم في هاد جيهة كتقلبوا هنايا انتم تبارك الله رهم شحم هادا راه مية في المية غادي يكون مزيان اما بالنسبة للطرق الغش اللي كيديروها وداروها في الأعوام الأخرى هاد العام ان شاء الله رهم غاديش تقولي ان قينا هاد الشارع هادى يعني ان الحولي راه مداوي إلا كان مداوي وكان اللون ديال البشرة دياله يعني الصوفا دياله تحت من الصوفا دياله يعني بان نفساجي غادي يكون مزيان مية في المية انتبار بالنسبة للصوفا دياله مكتكونش خاشينة ستكون يعني الملمس دياله رطم كاين واحد النوع كي يكون الملمس دياله خاشين عاو تهادك انا ماخدامش اذا هادا هو كنظن ان انا وصلتكم الفكرة على اكمل وجه حاولوا انكم متخليوش البيع اللي كيكونوا في الرحبة يعني يضحكوا عليكم تنتو مغسكون عنكم معلومات هادية معلومات اللي كني مدفونة المسكوت عنها انا حاولت نجسدها في كل فيديو هذا هذا وراها معلومات يعني اكيدة يعني هاد الشي من عند القزارة الاصيلين ديال البكريين الناس ديال يعني جدودنا هم اللي وصلونا كيفاش نقلبوا هاد الحولي هاكا اذا الحلقة ديالنا راسالات عواشركم بروكا القناة رها وخادي الاناني بحاولت انني هاد العيد نشارك معكم هاد الفرحة ديالي يعني بالخاروف ديال العيد ديالي عواشركم بروكا للناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناة يشاركو معنا تكيوا على زير جام باش تسندونا وباش زيد القناة القدام وتكيوا على زير الجرس كي يصلكم الجديد ديالي الى اللقاء في الحلقة